أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز العفو الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤد فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البسر خاسيا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياتين وعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميزوا من العيش كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالعيب لهم معفرة وأجل كبير واسر قولكم أجهلوا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلقه وهو اللتيف الحبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقولوا من رجقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطين فوقهم صافات ويقبدن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في عرور أمن هذا الذي يرزقكم وإن أمسق رجقه أمسكا رجقه بل رجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على أجهه أهدا أم من يمشي سئيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصان والأفئدات قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون مات هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوا أزل فتنسيئت أجوء الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمان فمن يجين الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن أمن به وعليه دوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم عورا فمياتكم بماء معين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر